انت بقى بتروح المشرحة بتروح القبور بتعمل الحاجات دي وفعلا بتقول انه قصصك اللي احنا بنسمعها وبنتفرج عليها بتقول انه الحاجات دي فعلا يا جماعة حصلت بالفعل حصلت حقيقية يعني فيه قصص يعني فعلا تستعجب لها يعني ما فيش اجدع كاتب لو قاعد يكتب حيقدر يكتب زي الواقع والتفاصيل والشخصيات طبعا انت بقى وانت بتعمل كده ما فيش حاجة ظهرت كده قدامك ولا حصل معاك موقف حقيقي ولا حاجة انا هقولك انا وكنت عامل حلقة عن الجاثوم كحاجات اللي اللي ما هو رأيات الجاثوم 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 ده اللي هو المفروض ان انت يعني بالليل اللي هو بيسموه شلل النوم اللي هو بالليل بتبقى مرة تبتعفسك انا فعلا صاحي وفايق جدا بس مش قادر اتحرك عشان كده سموه شلل النوم تمام تمام فانا قريد فيه كتير عشان اعمل عنه حلقة فا وناس كتير ربطة بالجنية فانا حصل معايا الجاثوم ده اللي خلاني اعمل عنه حلقة انه حصل معايا الجاثوم ومن كتر الرعب اللي شفته انك صاحي انت صاحي وفتح عينك وفايق جدا بس مش قادر تتحرك مش قادر تحتى تنزل رجلك وبتحس في لحظة ان عندك حاجة فعلا شبع زي ما بيسموها كده شلل النوم بعد ما عملت الحلقة قعدت قد ايه كده؟ يعني الموضوع ده بيستمر قد ايه؟ عمل عنه حلقة وجايب له تسجيل صوتي وهو بيحكي عن تجربته مع الجاثوم ومتبعدها بعد ما اقتنعت انا بالفكرة دي جدا فجبت استشاري مخ وعصاب كبير نعرف الجانب العلمي اه انا لازم افهم الموضوع علمي اللي حصلي بقى بالفعل اه ايه علميا ايه فاكتشفت النعمة من نعم ربنا علينا انه انت نايم المخ بيدي اشارات للجسم انها تسترخي اصلا يحصل استرخياء وهدوء عشان انت نايم ففيه في لحظة عض من اعضاء جسم الانسان بيبقى هيموت فالمخ بيدي له صدمة علشان يصحى تمام دي نعمة من نعم ربنا علينا سبحان الله يعني طلع الموضوع علمي مش جن ولا حاجة علمي فانت اللي بيحصل انك بتصحى بس فعلا انت جسمك نايم انت عينك اللي صحيت طب حصل لك ايه تاني سامح؟ بصي بقى فكرة التركيز في الجرائم خلتك وصلت المرحلة انك عدم الثقة في الاخرين حقيقة يعني يعني خلي ثقتك محدودة يا ايه اوه ما انت شفت كتير وحققت في حاجاتك كتير واغرب حاجة ان معظم الجرائم المرتكبين اقرب الناس واقرب الناس دي بدرجة خطيرة ومش على مستوى مصر مستوى العالم يعني لسه جريمة بحضرها وشغال عليها في المغرب ست جزهة توفى من 11 سنة طبعا وطلعت في كل البرامج وعملت كل حاجة انه جزهة مش لقياه وموضوع 11 سنة وما خلاص وموضوع وكل سنة تعمله ذكرى جميل بعد 11 سنة بعت البيت بتاعها فالاشترى البيت عايز يخلي الجراش بدل ما هو جراش عربية عايز يعمله بسيد حمام سباحة بول يعمله يتكرر هو راجل شاري جديد طب يحفر في الجراش لأ جسة ده بعد 11 سنة الأمن جي بيبص لقاها جسة موجودة في الجراش بيطلع الجسة اكتشفوا ان ده جزها يا جبروتها قبضوا عليها بعد 11 سنة طلعت هي اللي موتها واخوها ودفنينه في الجراش يا خبر وقعدت تعايت وتصوت وتلتم وتعمله ذكرى وفاية كل سنة كل سنة ده مغرب مصر في قصة رندا رندا دي من الحلقات القوية قوي ويعني يعني رت تعرضوا منها جزء بسلا لان هي الخطورة بتاعتها في ايه انها حاولت تقتل جزء اربع مرات يعني ده عندها اسرار وعظيمة شوفوا يا جماعة برضو الاسرار والعظيمة دي حاجة مهمة اه والكرياتيفتي عالي عند الست يعني اربع مرات تسمه وما يحصلش ما يموتش ليه ما ماتش ليه هو يعني عمره عمره فتفضل المسلمين